الحقيقة النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم الاستعدادات على قدم وساق لمباراة كرة القدم أمام نادي الزمالك يوم الأحد القدم فريق الأول لكرة القدم النهاردة على ملعب مختار التيتش قدر يواصل الحقيقة تدريباته تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني وكمان كان فيه جمل تكتيكية وتوقفت الحقيقة التدريب الأكثر من مرة بعد تدخل المدير الفني لتوجيه بإصلاح الأخطاء للتدريب على جمل معينة وبعد التدريب الفريق دخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة هيستمر 48 ساعة زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الفني كمان عمل تأسيمة قوية جدا بمشاركة حارسين لتجهيز اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية موسيماني كان بيتابع كل صغيرة وكبيرة في التدريب وتكلم مع اللاعبين كتير زي ما قلت لحضراتكم عشان يصحح الأخطاء اللي بيقعوا فيها التدريب خلص وتوجه الفريق مباشرة إلى معسكره المغلق استعدادا لهذه المباراة الجماهير بتعتبرها مطولة خاصة وبتنتظرها والفوز طبعا أيا كان ظروف الفريقين ووضعهم في الجدول بيكون لها طعم تاني ومداخص عند كل عشاق الأهلي عايز أقول لحضراتكم أن المباراة دي الكل في الأهلي مركز فيها الكل على قلب رجل واحد عشان نحقق المهمة اللي فعلا هتفرق معنا في لقب الدول حاب كمان أقول أن رغم الإصابات ورغم الظروف اللي صعبة جدا اللي النادي الأهلي بيمر بيها كلنا ثقة في لعبينة أن هم حيحاولوا على الأقل زي ما قال مستر منوي الجزيه ما قلته الشهيرة الأسوأ من الهزيمة هو عدم القتال من أجل الفوز وعشان كده كعهدنا بلعاب النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله اللعيبة تكون في الموعد حاب أقول أن في القمة المية واحد وعشرين لعبنا مية وعشرين قمة في الدوري فاز الأهلي خمسة واربعين مرة وتعادل الفريقين تمانية واربعين مرة وفاز الزمالك سبعة وعشرين مرة فقط ومستر بيتسو موسيماني بيحمل رقم مميز مع نادي الزمالك في خمس مواجهات قدر ينتصر في أربع مواجهات وكمان لمواجهتين ببطلتين بطلتين أفريقيا كان حققهم بيتسو موسيماني على حساب نادي الزمالك وفق الحسن سواء مع سندونز أو مع الأهلي عشان كده إحنا بنصق إن شاء الله إن عندنا القدرة إن إحنا نحسم اللقاء ومهم جدا إن يكون عندك في المباراة لعيبة بخبرات كابتن وليد سليمان المسجل أربع هداف في نادي الزمالك ومن الجيل الحالي يعد هداف الفريق وإن شاء الله نشوف ده في أرض الملعب مهم نقدم مباراة جيدة زي ما قلنا محمد واللعبين يكونوا على قدر المسئولية وعلى قدر اسم النادي الأهلي العظيم وإن شاء الله يدخلوا السرور على عشاق وقلوب جماهره تعالوا نعرف اشتركوا في القناة